بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الروسيا تساعد كوريا الشمالية في الحصول على إمدادات النأف انتهاك للعقوبات الدولية أعلنت موسكو رفضها لتلك التهمة وحسب مسؤول في الخارجية الروسية فإن انتهاك موسكو للعقوبات الدولية على بيونج يانج عر تماما عن الصحة وكان ترامب قد قال إن الروسيا لا تساعد على الإطلاق في ملف كوريا الشمالية وأن ما تساعد فيه الصين تقوضه روسيا مشيرا إلى أن موسكو ربما تساعد في إمداد بيونج يانج بأي شيء توقفت الصين عن إمدادها به على حد تعبيره وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تقاعس روسيا عن الالتزام بالعقوبات التي قررتها الأمم المتحدة يتعلق في المقام الأول بالوقود وبعض المجالات الأخرى المحتملة كما أشار تيلرسون إلى أن العقوبات الدولية التي تهدف إلى حرمان كوريا الشمالية من العائدات للإنفاق على أسلحتها وعدم الإضرار بسكان المنطقة من حولها بدأت تحقق أهدافها الجهود الدبلوماسية وحدت المجتمع الدولي بشأن العقوبات التي أصبحت فعالة للغاية وقد أكد الرئيس مون أن وقع العقوبات هو السبب وراء مجيء كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية كما تؤكد تقارير استخبارات ومعلومات من منشقين مدى فعالية هذه العقوبات وترى الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية التي تتحمل وحدها المسئولية عن معاناة شعبها حسب واشنطن ستتفاوض في نهاية المطاف مع الولايات المتحدة بسبب تزايد الضغوط الاقتصادية عليها وفرضت الأمم المتحدة العام الماضي جولة جديدة من عقوبات أكثر صرامة على بيونج يانج بعد أن واصلت تطوير برنامجها النووي في تحدي للضغوط الدولية